جيمي قبل ما ندخل الهواء على طول قال لي انا شايل لك انفراد اللطيف قوي والانفراد يخص يعقوبه الانفراد يخص يمين يعقوبه الصفقة اللي كان من المفترض انه الاهل يضمها لكن الكشف الطبي خلى النادي الاهل يتراجع عن هذه الصفقة الانفراد عندك واستاذ جيمي عشان نبدأ كده الحلقة سوياك يلا بينا مش بالتدريج عزيزي عقوبه واحد من اللعيبة المميزة جدا لاحطاها وكلم معاها الفترة اللي فاتت قبل ما ييجي يعقوب وقبل ما تنتهي المفاوضات لمدة شهر تابع اللعيب كويس تابع اللعيب ومردوده خلال فترة اللي فاتت حتى بعد الاصابة اللي هنتكلم عليها وده الانفراد هي ايه الاصابة وهل اللعيب كان مصاب فعلا وايه المشكلة وايه اللي خلى دكتور رحمة ابو عبلة اوصى بانه الاهل يتراجع خطوطين ثلاثة الوراء وبعدين يخش في مفاوضة اعراء وبعدين يصرف في النظر تماما عزيزي يعقوبه كان مقتنى بكولر تماما هو لعيب بوكس لعيب ارقامه ميازة جدا بشتغل بريجليل اتنين معدلات تسجيله مقارنة بالاهداف المتوقع بتاع عزيزي يعقوبه اهدافه المتوقع في المباراة اللي لعبها الموسم الحالي وبالمناسبة هو غاب عمبارة واحدة لريو افي من ضمن 17 مباراة الموسم الحالي لعب كل المباراة بأفرج 72 دقيقة يعني الراجل بيلعب كل المباراة بمعدل عالي جدا فبنتكلم على لعيب سليم تماما من ناحية الفنية معدلات تسجيله هو الطبية عشان يدعب هو طبين كويس طبعا بس انت هتقول لي ليه بقى هو دم ترجع ايه بقى اللي حصل تفصيل ايه يعني معنا الصور نبتلي دي صور توضيحية طبعا نجيب الاول صورة اللعيب بس في العملية اللي عملها بعد الاصابة مع ريو افي لان العملية دي غيبته سنة وشهرية لا لا نرجع لصورة اللعيب الاول قبل ما نروح لدي فيه صورة فيه صورة للعيب محطا وبعدين صورة لعيب بعد عمل العملية على طول وبعدها نروح ليه نقول للناس هي المشكلة كانت فين بالزبط وإيه التقرير يتقدم بالزبط وإيه اللي قال الدكتور رحمل أوعاب لكابتن محمود الخطيب وأوصل بيه اللجنة الطبية لان النادي الاهلي دي يوم الاصابة بتاعت اللاعب يعقوبه مع ريو افي كم سيات كم؟ 2019 بعد ما اصيب عزيز قعد سنة وشهرين قطع في الرباط الصليبي ودي اللي بعدته فترة طويلة جدا وهنقول إنه المشكلة دي ما أثرتش عليه لإنه سنتين ونص بيلعب باستمرارية وبالمناسبة هو معدل مشاركته من بعد الإصابة حتى هذه اللحظة مش بس الموسم الحالي من بعد الإصابة حتى هذه اللحظة 70 دقيقة في المباراة من كل مبارايات الفرق اللي لعب لها فهو راجل بيشترك باستمرار لمدة سنتين ونص نروح بقى بعد كده للصورة هاتلي الصورة مش الصورة اللي بعد الظهرت الصورة اللي بعدها على طول اللي فيها الرباط الأمامي الرجل ده كان عنده قطع كريم عشنقول إصابة كتقلة اللي بعدها ونرجع لديه صورة اللي بعدها كريم عزيزي عكوبو كان عنده قطع في بص ده الرباط نفسه شكل الرجبة لما الرباط ده الرباط السليم ده الرباط السليم لما بيحصل فيه قطع شايف القطع اللي فوق اللي باللون الموف ده كريم من فوق ده حصل كده قطع في الرباط روح لي تاني للسورة اللي بعدها يلا بينا بصة كريم ده شكل القطع في الرباط الصليبي الأمامي اللي على اليمين دي دي الإصابة اللي جات عزيزي عقوبه في القدم اليسرى قطع في الرباط الصليبي الأمامي لللاعب لأن أغلب لعبت الكرة الإصابة بتجيلهم في الرباط الصليبي الأمامي مش الخلف القطع بيحصل في حاجتين يا في الرباط الصليبي الأمامي يا في الخلف حلو حلو أنا أول ما نشوف السورة دي بصراحة اللون الأحمر ده عشان أنا بحب أشرح لأستاذ المشاهدين ده الرباط الصليبي الأمامي الجري أو الرباط اللي في الخلف ده الرباط الصليبي الخلف الرباط الصليبي الخلف فهو فيه قطع هنا هو في الغالب أحيانا بيحصل إصابة اللي قطع الرباط الصليبي الخلف لكن معظم لعيب الكرة بيحصل لهم في الأمامي فاللعيب حصل له الإصابة في قطع في الرباط الصليبي الأمامي للقدم اليسرى للقدم اليسرى روح للسرعة اللي بعدها فلما بيجي اللعيب يتعافى بقى كريم هنا ده شكل الرجبة بعد ما بيحصل عملية التورم وبعدها الطبيب بيعرف على طول أن اللعيب عنده إصابة في القدم دي وبعدها بتعامل الأشعة الرنين ويتعرفوا عنده مشكلة روح تاني اللي بعدها ولازم دي لأن الناس في أوقات كتير بتنتظر بعد الإصابة زي ما حصل في قصة كريم فؤاد بتنتظر أيام لازم الورم ينزل وبعدها يبطل يتعامل للرنين لأن الورم ده بيأثر على نتيجة الأشعة اللي بعد بصرنا حاجة بس معلش قول لي عشان بس هذا المشاهدين اللي بفرجوا علينا هو الميزة إن جيمي هو محل الكرة جامد جدا وراجل دكتور أصلا فعشان برضو إيه الناس إذا بتتفرج هتبدأ تقول إيه يا عم إنت بتاع الكرة عملت شرح لنا في الطب لإيه فهو الميزة دلوقتي في الحالة اللي إحنا فيها دي إن إحنا معنا حاجة سوبر جدا معنا بحل الكرة بيتكلم عن الصفقة وبيقول الأخبار عنها وبيشرحها طبيا إيه هي قصة الراجل بس عشان حبيبك نيجي هنا ده شكل العملية كريم لما بتيجي بتعمل عملية الروباط الصليبي ده شكل العملية بتتربط بيرجع الروباط تاني يتربط بالشكل ده علشان نرجع نبنيه تاني بياخد وقت عشان يبني عشان كده اللعيب بيقعد في راحة سلبية تامة لمدة تلت شهور لأربعة على الأقل قبل ما يبتلي عملية التأهيل ده شكل بتاع عملية هو قفل الصورة دي سبتها شوية يعاد البناء الروباط الصليبي الأمامي بيتعامل حزمتين اللي هم باللون الأصفر والأحمر ده وافضل رابط الروباط لحد ما يلتحم الروباط تاني ويلتأم الإصابة والقطع اللي يجي في الروباط إيه بقى الإصابة اللي كانت عندي عاقوب وكان لازم نشرح ده علشان نفهم الناس اللي احنا نقوله ده الروباط بقى بتاعت عاقوب لما جيه لم لم تماما فتيجي تعمله إما أرآي أو أشعة رانين مغناطيسي تلاقي الروباط بتاع اللعيب سليم زي الفل فاللعيب بيتجاوز الكشف الطبي وبيتطلب منه أي حاجة بيعملها كده الكشف الطبي الأول اللي في البرتغال تجاوزه فيه تلاتة تعملوا لكن الأشعة لما شفت دكتور أحمد أبو عبل اللي كان لسه جاي من النمسا مع أكرم توفيق ومع مصطفى شبير طلب إعادة كشف تاني على القدم المصابة القدم اليسرى بزوايا أكتر وضوحا سواء أشعة رانين أو أشعة مقطعية على القدم لا إيه بقى لا إنه ده بيعمل ريتيكل يعني بيعمل حاجة زي الندبة أو السكار لما بتيجي أنت واحد يتعور ويعمل غرز بيبان في إيدك وتبقى إيدك سليمة لكن بينا في الإيد ده بيعمل إيه بعد كده هو اللاعب سليم تماما لكن الprobability أو احتمالية احتمالية إصابة القدم دي بتزيد عن القدم السليمة ترجع تسألني تاني فتقولي بمنتهى البساطة هل اللعيب ده هل اللعيب ده كان سليم مليون في المئة هل اللعيب لعب لمدة سنتين ونصف هو مصاب مستحيل لو هو مسسليم مليون في المئة ما يلعبش سنتين ونصف بالمعدلات دي لكن إدارة النادي الأهلي وحرصا وده اللي حصل مع جلال الدين مشاريبوف في القصة بتاعت النادي النصر السعودي لما النادي أهلي خانا استقدمه في الانتقالات الصيفية وبعد ما خلص كل حاجة في الكشف الطبي اكتشف ده فلا أن احتمالية إصابته بمشاكل في الظهر كان نفس المشكلة احتمالية عالية ده اللي خل النادي الأهلي تراجع خطوتين اللي ورا وده التقرير بالزبط اللي قدمه دكتور أحمد أبو عبلا بعد ما قعد مع اللجنة الطبية ودكتور محمد شوقي والناس في المستشفى دون ذكر اسم المستشفى يعني الناس في المستشفى قعد معهم وده اللي استقروا عليك كونسولته إن الراجل سليم وده اللي تبلغ به لكن احتمالية إن الراجل يتصاب في القدم دي مرة تانية لأوا إن الإلاستيستي أو المرونة بتاعة الأربطة مستحيل تبقى زي القدم السليمة فاحتمالية إصابته في القدم دي وارد إنها تكون أزياد شوية فالنادي الأهلي أصر السلامة وما خدش الرزق لكن هتيجي تسألني اللعيب اللعيب كان سليم لكن هتيجي تسألني النادي الأهلي عمل إيه أنا شايف النادي الأهلي عمله هو الصواب لأنه اللعيب هدفع في 2.5 مليون دولار لازم يكون معافة مليون في المية وإلا كانت الأمور أتوأ صعبة جدا أنا مع النادي الأهلي جد طبع التطبيق وإنه بتعمل المرة التانية يا كريم في فترتين أنت قالات مرة مع جلال الدين مشاريبوف ومرة مع عزيز يعقوبو تحية للإدارة الطبية في النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التعاقد